ماذا نعمل؟ لهذا أعلانيه؟ دون أنني لا أريد أن أضعه في الاختبارات ليس أيضاً أعرف الشخص بالاختبارات لا أركضوا الوحش هل فقط أن تقوم بإضافة بإضافة المดلي نحن ممكن أن نعرف بعضهم بالإستنتاجات لا بالتوقع والاختبار ما سوف نضعها في الناس سوف نضعه أخطائه لأخطائه بجد؟ أي شخص そろ فقط نركز منه وسوف نجد له غلطة سوف نجد له أفواء سوف نجد له شيئ بشكل بشكل نال فبالتالي الاختبارات غالباً بدأت لنا نتائج خاطئة طب ممكن الاستنتاج يبقى بناء على رأيي أنا أو على حاجة أنا شايفة أنا وتطلع مش صح طبعاً لأنها في الآخر حياتي طب أعمل ليه أعمل ليه في الحالتين فسول الاستنتاج المبني على مواقف مش على توقفها مسبق يعني أنا مش اللي جاي تتعامل معاك النهاردة بقول أصل هي للشخصات الفلانية أنا بتتعامل معاك على ضوء معرفتي بيكي وعلى ضوء تفاعلاتنا مع بعض فالمواقف يتبعين لي أنت مين والمواقف دي في النحيتين ليه وليكي الحسابي والحسابك فهو ده اللي بيخالي الدنيا وفينا راحة جاية مش مش في اتجاه واحد طب بقل اللي بيتدعي المرض ده بيبقى عنده مشاكل طبعاً لأ طبقل في أنتش عايز تروح الشغل يعني دي أكبر مشكلة آه عداري وجعني اتشغلبت والعزري أمي يا ماما عارفة لو تعالي موتي على الكرزي سعالي بيتمرضك وتعالي آه عاتي بمرضك وتعالي لو في حاجة أنا نجيب المسعب وأنا صحيح ما ينفعش حد يعمل كده بجد المهم مش كده أنا بداعي شيء مش فيه سواء كويس أو وحش بيحصل بقى فهذا معناه أن أنا مش راضي عن اللي أنا فيه لأ أنا عايز أخذ أجازة عشان طلع للسوخ نمع أصحابك حلو قوي عاملي بقى فأنا محتاج أن أدور على وسيلة أخذ بها أجازة وسيلة شرعية وسيلة سليمة مش إننا نجزب أو أدعي حاجة يرديك أن أنت تأخذ أجازة وزمالك مضغوطين في الشغل يرديني جداً آه يرديني يرديني جداً هم مش يختلعوا بالإجابة فتاة لطريتني يا أخي فلازم هتدعي المرض عشان حد ممكن فيه ناس يعني عشان حد يحبني أو لازم هتدعي المرض عشان أخد أجازة لأنه فيه ناس مش هتسيبك في حالك يا أخي غميل جداً لو أنا بقى أدعي المرض عشان حد يحبني يعني أنا مش مكتفي بالله أنا عليه يعني أنا مش حابب نفسي كفاية ومش حابب نفسي إن أنا أستحق الحب فبدور على ده بصور وهمية يعني برسم صور وهمية لقدامها عشان أخد منه شوية تعاطف أخد منه شوية حب عشان أطمن طيب فيه حاجة اسمها بقى في علم النفس والطق وكده لما أنا بداعي حاجة بجيلي يعني علم الطق بيتكلمه دائماً في القصة دي اللي هو يعني قانون الجذب أنا عندي برد فيجلي برد يعني هو فيها جزء من الصحة يعني يعني في الآخر الحاجة اللي بنصدق فيها بنمشي وراح بس إحنا منخاف ومنتشائم يعني أنا مثلاً ما أقدرش أقول مثلاً أصلي مش عارفة مين عمل عملية فأنا مش أقدر يجي بفول عليه زي ما احنا منقول بلغيتنا لأ أنا ما فأولش على حد ومفأولش على نفسي يعني مش مهم الأجازة ومش مهم حد يتعطف معي ومش مهم أي حاجة والمهم إن أنا أكون صادق يعني أنا أكون حقيقي مع نفسي أكون شخصا حقيقي عشان كمان أبقى محترم نفسي يعني مش هتراسي على المخدق سنة ونص يعني قادت فترة طويلة جداً ويتقول له قصة مش حقيقية وعيشة فيه